اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن التهاب المرارة بدون حصوات لو شفت مريضه عنده التهاب في المرارة بس ما فيهاش حصوات ازاي بنتعامل معاه وايه هي الاعراض بتاعته وايه الفحوصات اللي بنعملها عشان نعرف الموضوع ده وازاي بينعنجه وكنت عملت حلقة قبل كده عن التهاب المرارة بسبب الحصوات وعملت حلقة تانية عن لو واحد عنده حصوات في المرارة لكن بدون اي اعراض هل لازم يعمل عملية ويشيل المرارة ولا لا هسيب لك الروابط بتاعتهم تحت تقدر تشوفها حلقتنا النهاردة مخصصة للأطباء والطاقم الطبي وما تنساش في البداية اعمل للايك للفيديو بص يا صديقي العزيز برغم ان التهاب المرارة وحصوات المرارة والمشاكل دي تابع قسم الجراحة اكتر لكن المريض غالبا ما يعرفش الكلام ده ولما بيجيله تعب في بطنه او وجع بيجي الدكتور البطنة فلازم يبقى عندنا فكرة عن الحالات دي كمان انت ممكن تكون نبطش في اسم البطنة ويعملو لك عرض في العناية المركزة يقول لك احنا عندنا عيان محجوز فجأة بطنة نفخت وفيها قلم او حاجات زي كده ويكون السبب ساعتها التهاب المرارة فلازم يبقى عندك فكرة كذلك الامر عملت حلقة قبل كده عن التهاب الزائدة الدودية ومع ان دي حالة جراحة لكن زي ما احنا عارفين ان قلم البطن بيبقى في اسباب طبع الجراحة واسباب طبع البطنة فلازم ناخد فكرة عشان لو المريض جالك وخلينا نبدأ في حلقتنا النهاردة عن التهاب المرارة بدون حصوات او أكالكولاسكوليسيستايتس معناها ان المرارة التهابت لكن مفيش جواها حصوات مقدرناش نشوف بالفحوصات اي حصوات جواها ومفيش انسداد ومع ان التهاب المرارة بدون حصوات ده نسبة حدوثه قليلة مقارنة بالحصوات الا انها اخطر بكتير ونسبة وفيات عالية ويحصل فيها مضاعفات كتير ممكن يحصل فيها بيرفريشن او يحصل فيها صوكب وتعمل بريتونيتس وتعمل ليفر أبسيس وما الى ذلك وغالبا بتشوف الحالة دي اللي هي التهاب المرارة بدون حصوات غالبا في مريض مع مشاكل صحية اخرى ومشاكل كبيرة احيانا يعني ممكن نلاقيها في المرضى اللي محجوزين في العناية المركزة ممكن يكون المريض على أو تنفذ صناعي مريض سيفير بيرنس حروق شديدة مريض اخر معه سيفير تراما كان في حادثة جديدة او حاجات زي كده مريض اخر معه سيبسيز فزي ما انت شايف غالبا بتيجي في الحالات الشديدة دي وغالبا بتكون خطر وبنسبة وفيات عالية لكن بعض الحالات القليلة او الندرة ممكن تحصل في ناس اقل خطورة زي مثلا في السيدات الحوامل احيانا قليلة جدا او نقدر نقول نادرا ممكن يحصل معاهم التهاب مرارة بدون حصوات وتكون دي سبب في القيء والغسيان المستمر اللي مش راضي يستجيب للأدوية كمان ممكن نلاقيه مع اللي هو الصيام لفترات طويلة والحقيقة ان التهاب المرارة بدون حصوات ده بيبقى غالبا بسبب قلة حركة المرارة وزيادة لزوجة العسارة الصفرة اللي جواها فالمرارة مش بتخرج العسارة الصفرة اللي جواها بشكل طبيعي في مشكلة في الموتيلتي مثلا فالعسارة الصفرة اللي زوجتها بتزيد وكميتها بتزيد ويحصل بريشر يحصل ضغط على جدران المرارة من الداخل وده يعمل اسكيميا ويعمل انفلاميشن وممكن يعمل بريشر نيكروزيز موت لأجزاء من هذه المرارة وطبعا ممكن يحصل برفريشن وزي ما قلنا يحصل مضاعفات بقى بريوتونايتس ليفر أبسيز الى اخره وكمان ممكن يحصل جواها عدوى بكتيرية في الوقت ده ممكن بالإشراشيا كولاي كليبسيلا بكتيريو تايدز سودومونس أحيانا وغيرها ولو حبيت تعرف الأعراض بتاعة التهاب المرارة بدون حصوات فلو كان المريض واعي ويقدر يعبر عن نفسه يعني لأن زي ما قلنا أحيانا كتير يكون في العناية المركزة في تنفس صناعي ما يقدرش يعبر يعني ففي الحالات العادية لو يقدر يعبر فدايما بيشتكي ان فيه فيفر ارتفع في درجة الحرارة ممكن رايد زي ما احنا عارفين المنطقة بتاعة الكبد وبتاعة المرارة شوية قيق شوية غبيان وبعد هذه الأعراض لكن لو هو في العناية المركزة وحالته لا تسمح ممكن بس نلاقي ارتفاع في درجة الحرارة أو ممكن نلاقي المضاعفات نفسها ظهرت زي الأبدومنال دستنشن نتيجة البروتونايتس اللي حصلت لو حصل برفوريشن وحصل بريتونايتس مثلا وعشان نشخص الموضوع ده فالتشخيص الأساسي طبعا بالإيمدجنج بالتصوير بنعمله سونار أبدومنال ألتراساوند جميل جدا وأمان ومتوفر ودقيق في التشخيص ففي حالة التهاب المرارة بدون حصوات بنلاقي الجدار بتاعها سمك زاد أكتر من 3 أو 4 مليمتر ممكن نلاقي جواها سلج أو الإكوجينيك بايل بنقول بالبلد كده جواها معكر أو زي ما يكون جواها طراب كمان ممكن نلاقي يعني حوالين المرارة في بعض السوائل نتيجة الالتهاب ممكن نلاقي يعني داخل جدار المرارة نفسه الجدار نفسه بنلاقي فيه جاز هوا وممكن نلاقي لما يجي دكتور الأشعة يعمل الأشعة ويضغط على مكان المرارة بالبروب بتاع السنار المريض بيحس بألم مكان المرارة كمان ممكن نعمل المريض بتاعنا أشعة مقطعية طبعا هي أدق شوية من السنار لكنها أغلى وفيها إشعاع وحاجات زي كده لكن مفيدة جدا وجميلة جدا برضو ممكن تورينا نفس الحاجات تقريبا increase the wall thickness الجدار المرارة سومكوزاد البايل أو العسارة السفر اللي جوه المرارة أصبحت hyperdense ممكن نلاقي intra-mural gas زي ما قولنا والبريكوليسيستيك fluid السوائل اللي حوالين المرارة ممكن نلاقي mucosal sloughing ممكن نلاقي goal-blooded distinction وما إلى ذلك وكمان بتستبعد لنا الأسباب التانية لو السبب حاجة غير المرارة من الأساس فالأشعة التلفزيونية والأشعة المقطعية مفيدين جدا وغالبا هما اللي بيشخصوا الحالة لو لسه التشخيص مش واضح بالسونار وبالسيتي ممكن نعمل حاجة اسمها hi-da scan لكن الأساسي هو السونار والمقطعية كمان من ضمن الفحوصات اللي بنعملها للمريض بتاعنا روتيني أصلا CBC ممكن تلاقي اليوكوسيتوزيس طبعا ALT و AST ممكن للايوم عاليين اللي هما وظائف الكبد بيلوروبين أحيانا يكون عادي ALKALINFUSFATES أحيانا يكون عادي وبالنسبة للعلاج يا صديق العزيز فالعلاج النهائي هو CELYSTYCTOMY إزالة هذه المرارة فطبعا المريض بتاعنا بنحجزه المستشفى إذا لم يكن محجوزا بالفعل احنا قلنا في حالات كتب يبقى هو أصلا محجوز في المستشفى فلو كان مش محجوز بنحجزه ونبدأ نعمله STABILIZATION كده خلي حالته تستقر عشان يدخل عمليات عن طريق NOTHING BEAR ORAL ما ندوش حاجات عن طريق الفن ونديله محليل ونديله بعض المضادات الحيوية ولو أن المضادات الحيوية مش بتساعد كتير لأن هي لا تختارك اليوم غالبا مش بتخش جوه المرارة من الداخل يعني لكن بتتكتب وبتساعد شوية فممكن تدي للمريض بتاعك CFB مع مترونيدازول إذا كان المريض ده ما كانش محجوز في المستشفى أصلا أما لو كان محجوز في المستشفى أصلا فممكن نديله برضو CFB مع مترونيدازول IV وريدي ونزود عليهم كمان بنكومايسل وبعدين تشوف المريض بتاعك هل هو FIT FOR SURGERY ولا لا يقدر يدخل عمليات ولا لا لو كان يقدر يدخل عمليات فزي ما قلنا العلاج الأساسي هو إزالة هذه المرارة فيدخل يشيلها الأفضل بالمنزار طبعا LABORISCOBIC CLECYSTICTOMY ولو في موانع ليه فممكن طبعا Open Surgery جراحة عادية وفتحة وكده يعني طيب لو المريض عنده موانع من إجراء الجراحة في الحالة دي في بعض BALUTIF MEASURS بعض الحاجات كده نقدر نعملها تخفف الموضوع شوية لكنها ليس علاجا جزريا زي طبعا ان احنا نعمل لها DRAINAGE إفراغ المحتويات اللي جواها دي يقام بيركتينيس يعني من عن طريق الجلد دكتور الأشعب اللي بيعملها INTERVENTURAL RADIOLOGY يقام ب ERCP اللي هو منزار المرارة والقنوات المرارية والبانكرياس وكده يبقى خلصنا حلقتنا النهاردة لكن في ملاحظة في بعض الحالات ممكن تبقى كرونيك يعني هل ممكن المريض يجي له التهاب بدون حصوات في المرارة على هجمات كده ويبقى كرونيك في بعض الكلام على الموضوع ده وبيقولوا انه ممكن بعض الحالات بقى كرونيك يعني لاحظوا ان في بعض المرضى بيجوا للأطباء ويشتكوا من قلم بيجي في الناحية اللي مين زي ما قلنا مكان المرارة يعني وبيتكرر الموضوع ده عليهم من أكتر من ثلاث شهور أحيانا سنوات ونجي نعمل سونار أو سي تي نلاقي بعض زي ما قلنا نلاقي جدار المرارة سمكه زي شوية أكتر من ثلاثة ملي مثلا زي ما قلنا ونلاقي جواها هايبر كوك بايل أو سلاج يعني ويتم تشخيصها على أنها التهاب مزمن للمرارة بدون حصوات بس خلي بالك الكلام ده يعني دقته مش أكيد قوي لكن في العموم أطباء الجراحة بيكرروا في النهاية أنهم يعملوا إزالة للمرارة لهذا المريض ويشير وشكرا لحضرتكم